ترجمة نانسي قنقر ومساندتها للقطاعات الأكثر تضررا من باروس كورونا يعتبر ركيزة من ركائز استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره إلى جانب التقليل من أثار الجائحة الحكومة قدمت برامج غير مسبوقة وفق حزمة مالية واقتصادية تجاوزت قيمتها 4 مليارات و300 مليون دينار وأسهمت في التخفيف من الأعباء والتحديات التي واجهت القطاع الخاص ولاقت تلك القرارات إشادات محلية واسعة على ما اتخذته الحكومة بناء على دراسة للأوضاع الاقتصادية وقياس مؤشرات أداء السوق وضمن الحزمة المالية الحكومية أعلنت المملكة مؤخرا تكفولها بدفع 50% من رواتب البحرينيين في القطاعات الأكثر تضررا لمدة ثلاثة أشهر ودفع 50% من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحظانة لمدة ثلاثة أشهر إلى جانب تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل تمكين لمدة ثلاثة أشهر إضافية وذلك لدعم سواق سيارات الأجرة وسيارات النقل المشترك والباصات والحافلات ومدرب السياقة وأعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية هذه الوقفة الوطنية التي قامت بها الحكومة مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس الدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة لضمان استمرار الحياة الكريمة للمواطنين بما يحقق الاستقرار المعيشي وتأتي التوجيهات الملكية السامية تجسيدا للحرص المستمر والاهتمام البارز من لدن عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدعم الوطن والمواطنين لمواجهة كافة التحديات وتجاوزها وحماية مصالحهم وضمان عدم تضررهم جراء تداعيات جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر